بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنانين من المنتظر أن تهبط على الكرة الأرضية كائنات فضائية زكية ويبدأ البشر بالتعرف إليها والتعامل معها خلال السنوات المقبلة وذلك فيه سياق التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم وذلك بحسب الاعتقاد السائد لدى العلماء حاليا وأهل عالم فضاء أسباني مشهور ومعتبر أنه سيكون من الممكن رؤية الكائنات الفضائية على كوكب الأرض خلال العقود القليلة القادمة مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف سوف يهز البشرية وجاءت هذه التوقعات على لسان عالم فضاء والفلك الأسباني الدكتور جاريك إسرائيليان في تصريحات أدلى بها لأحدى الجرائد البريطانية وهي توقعات تعيد إصارة الكثير من الأسئلة والتكاهنات عن العلاقة المفترضة والمستقبلية للإنسان مع العالم الخارجي كما أن اللافت فيها أنها تقوم على افتراض أن الكائنات الفضائية موجودة بالفعل بشكل مؤكد والدكتور جاريك إسرائيليان هو مؤسس ستار ماس فيستفال وهو مؤتمر سنوي عالمي هو الأكبر من نوعه يقوم بالتركيز على الاكتشافات الفضائية والاحتفاء بها ويشارك فيه علماء فضاء وفلك ومهتمون وصحفيون من مختلف أنحاء العالم وكان هذا المهرجان قد انعقد لأول مرة في جزر الكناري بأسبانيا خلال صيف عام 2011 وقال إسرائيليان أعتقد أننا سنكتشف الحياة الزكية خلال حياتنا في إشارة إلى أن الجيل الحالي من البشرية سوف يشهد ظهور الكائنات الفضائية وليس الأجياء للمقبلة أي أن وصولها لنا سيكون خلال سنوات قليلة فقط وليس بعد مدة طويلة وأضاف على الأقل سنجد إشارات واضحة تشكل دليلا على أن الحياة الآتية من كائنات فضائية زكية سيكون اكتشاف يهز البشرية وتابع سيكون الأمر مسيرا جدا للعلم لكنني أعتقد أنه سيجعلنا ندرك أن الحياة شيء لا يصدق ومن الأفضل أن نعتني بما نقوم به على كوكبنا وكانت مركبة فضائية متخصصة قد أرسلتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الشهر الماضي إلى المريخ لاستكشاف الكوكب هناك فيما علق الدكتور إسرائيليان بالفعل أن لدى هذه المركبة فرصة بنسبة 10% فقط للعصور على الميكروبات على الكوكب الأحمر وأوضح المركبة الفضائية لديها فرصة بنسبة 10% في العصور على ميكروبات على سطح المريخ هذا مجرد تخمين لكنها نسبة حقا جيدة يشار إلى أن وكالة ناسا تبحث عن دلائل على وجود حياة في أماكن أخرى من الكون مثل كوكب المريخ فيما يوجد في الفضاء الخارجي مئات المليارات من الكواكب بما في ذلك داخل مجرد ضرب التبانة التي تضم الكرة الأرضية وهذه الكواكب يمكن أن تقوي حياة غريبة